بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين قناة الآلف في برنامجكم ملك وكتابة وتمضي الأيام وتقترب الأحلام يا أستاذ إبراهيم الدنيا يعني في حاجات تمام وحاجات مش تمام أهلا بك يا باشمانس أهلا بك أعزائي المشاهدين وأيام الفخر بمصر فعلا أيام بنعيش كلنا مع ضيوف الوطن مع ضيوف كاس الأمم الأفريقية الـ 32 ضيوف الكان 2019 لما حتشوفوا ردات الفعل العالمية ومستوى الإشهادة الدولية باللي بيحصل في أرض مصر من ملاعب واستضافة وتنظيم وافتتاح مبهر لا هتعرفوا أن مصر لما تتصدى الحدث بهذه القيمة وبهذه الظروف الصعبة في التوقيت قبل بداية الحدث بخمس شهور فقط وتتمكن من إنجاز الوضع بالشكل اللي انت وتابعتوه اللي انت وتشوفوا ردات فعله لا تفخروا بمصر بجدة باش منصر ما اللي بقولك فيه حاجات تمام وحاجات مش تمام كل ما هو نظام تمام كل ما هو إعداد كل ما هو في إطار إنك بتتحكم فيه تمام الشيء الوحيد اللي مقلق الفريق إدارة الفريق ما يحدث وكأن نسترجع أو نستحضر أيام كأس العالم شيء ما بنتعلمش وعلى فكرة إحنا ليه متصورين إن إحنا كنا متوقع اختلافه في النظام أنا بتكلم عن نظام الفريق ممكن تاخد البطولة ممكن لكن أنا بتكلم على شواهد الالتزام والانضباط والنظام أولا أنا انزعجت جدا من حجم الإعلانات اللي اللعيبة تفرغت تعملها قبل البطولة على مدى شهر رمضان وما يليه وكلها يعني دراما يرقصوا ومش عارف يلعبوا عنيهم يعني مش مش ناس دخلة بتمهد لها يعني أنا متخيل متخيل لو كابتن الجهر رحمة الله عليه ماسك هذا الفريق كان الأجواء هتبقى عاملة إزاي لكوننا حنشوف حاجات على الانستجرام ولا تويتر ولكوننا حنشوف إعلانات قبل البطولة ولكون هنشوف تركيز أنا أعمل اللي علي أركز أستاذ إبراهيم والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى لكن يبقى الدولة هتمت على هذا المستوى والناس نسيت كل مشاكلها حتى اللي كانوا عملين وقولوا مش كانوا مانع عشان الدور وزعلنين كله نسي نفسه وراح دي مصر يا أخوان وقدم نفسه لمصر